حبيباتي سلام كديرين بخير لبس عليكم كيف مال عادة لقاكم في احسن احوال او بصحة جيدة بحول الله اليوم عادي نتكلم لكم على واحد المشكل اللي كيكون عند بعض النساء وبعض الرجال اللي كيسبب لهم في اخراج بعد الاحيان اللي هو انتفاخات الجفون السفلية تحت العين وهاد انتفاخات السفلية تحت العين هما احتباسات سوائل بمنطقة العين وهاد المشكل سبب دياله هو السهر لوقس متأخر من الليل تقريبان ولمدة طويلة والعكس اي والعكس اي النوم الكثير كذلك يسبب انتفاخات الجفون السفلية تحت العين والاكتار كذلك في شرب الخمور واخذ السجائر بكثرة واخذ مادة الكافيين اللي كتسبب لهم في الطرابات الهرمونات ولهذا اليوم ان شاء الله عادي نقدم لكم بعض الوصفات اللي كتتخفف من هاد المشاكل ان شاء الله هذه المكونات كالتالي اللي كتخففنا بالنسبة للمنطقة حول العين اللي هي عدنا فيها ملح ماء وعدنا الشاي الاخضر والان يلاهم عايوريكم طريقة كيفاش نابلكيوها على العين هذه مكونات كالتالي عدنا الشاي كيف ما قلت لكم كل ما ذاكي غنحضروا تعطينا هاد المحلول هذا غادي نديروه وحادي نديروه ونحطوه تحت الجفون السفلية تحت العين لمدة 15 دقيقة او 10 دقائق هاد المحلول يكون ذاكيا للناس بيكونش يعني درجة حرارة يعني مرتفعة درجة الحرارة اللي غادي استعملوا هاد الشاي اللي غادي استحملها تحت العين ديالما وبالنسبة للمكونات تاني اللي قفلكم هو الماء زائد الملح الملح البنات غادي نشدوه ملحة ديال الملح هاد شكلين فادا الملحة غادي نديروها غادي نديروها في الماء يعني ملح زائد الماء غادي نديروه كمادات باردة يعني اكس الوصفة الليولة فيها الشي دافر هاد الوصفة فيها ماء بارد زائد الملح ما غادي نحركوه حيتي يعطينا غادي نحرقون زيان حيتي يعطينا محلول متجانس وغادي نديروه كمادات لمدة 15 دقيقة تحت العين وهذه الوصفة للبنات مهمة جدا جدا بالنسبة لي عندو هاد المشكل انا علاش ما قابل كيسهاش الوجي لحظاش ما قديش هاد المشكل نهائيا ونتمنى اللي كيهموا الامر يطبقها راها وصفة رائعة ويعني مجربة والبنات نتمنى هاد الوصفة تعجبكم وان شاء الله نتلقاوك فيديو اخر بحول الله وإلى اللقاء وما تنساوش كيفما الأداة لايب وسبسكرايب وحبيبات للبنات اللي جدا في القناة دياني ما تنساوش يفعلوا الزر وبي باي الى فيديو اخر بحول الله